اثنى عشر زورقاً بحرياً إلى حرس السواحل الليبي وفق البرلمان الإيطالي على تسليمها ضمن مساعدات مقدمة إلى البلاد لمكافحة الهجرة غير النظامية قرار البرلمان الإيطالي جاء بعد أن صوت لصالح 382 نائباً وقُبل برفض من 11 نائب فيما امتنع الحزب الديمقراطي المعارض عن التصويت للقرار الحزب الإيطالي المعارض لم يكتفي بالامتناع بل سارع أمينه العام موريسيو مارتينا في تغريدة الله عبر التويتر لاتهام حكومة بلاده بأنها غير مهتمة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا التي تمارسها السلطات الليبية بحق المهاجرين التسليم يبدو أنه ماضي في طريقه للتنفيذ من قبل الحكومة الإيطالية على الرغم من عدم تحديد توقيته ليأتي بعد أكثر من شهر من إعلانه من قبل وزير النقل الإيطالي دانييل تونيلي الذي خرج على الليبيين بوعد في السادس والعشرين من شهر يونيو بمنح زوارق دورية لحرس سواحل الليبي للمساعدة في عمليات إنقاذ المهاجرين وكان لمجلس الوزراء الإيطالي اليد الطولة في التحرك في ملف تسليم الزوارق إلى ليبيا إذ أتت مصادقته على قرار منحها لتسد الطريق على المعارضين للقرار اليوم ينتظر الجامع مدى فاعلية تصويت البرلمان على قرار تسليم الزوارق إلى حرس سواحل الليبي والأمل بأن ينجح في التخفيف مما تعانيه الشواطئ الليبية من ضغط كبير نتيجة تدفق المهاجرين عليها وما تواجه البحرية الليبية من صعوبات في هذا الملف اشتركوا في القناة